مرحبا بكم في هذا الموعد الاخباري استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي بقصر الحكومة بالقصبة مارغريت شانغ المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية وعلى أعلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق الأوسط حيث اطلعوا على أهم المراحل التي قطعتها تونس في مجال الصحة والبحث العلمية وأهم الصعوبات التي تواجه هذا القطاع لدينا الشرف الكبير للقاء رئيس الحكومة ووزير الصحة التونسي تيلة زيارتنا هذه اطلعنا على أهم المراحل التي قطعتها تونس في مجال الصحة والبحث العلمية والصعوبات التي تواجه هذا القطاع نحن نثمن مجهودات الحكومة في المحافظة على صحة مواتنها وأثناء لقاء بالسيد رئيس الحكومة تحدثنا عن ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصحة تحت رعاية وزير الصحة عبدالتي في المكي الحكومة لديها رؤية ومسار جيدين وخطة للنهوذ بهذا القطاع تحدثنا عن إصلاح الصحي الذي يقوده السيد وزير الصحة تحدثنا حول تقوية النظام الصحي في تونس وتحدثنا أيضا عن موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لتونس والدول العربية الأخرى وهي مكافحة الأمراض غير السارية وأنا أعني بالأمراض غير السارية هي الأمراض القلبية الوعائية والسكري والسرطان وكذلك أمراض الرئة المزمنة التي تسبب الآن أكثر من 50% من الوفيات في تونس والدول العربية الأخرى والتي تحدث نتيجة ارتفاع عوامل الخطورة لهذه الأمراض مثل التدخين وللأسف الشديد نسب التدخين عالية جدا في هذا الإقليم وبسبب أيضا الأنماط التغذوية غير الصحية المغرب الكبير بين الحلم وأحكام التنفيذ أي شرعية في ظل الاعتبارات الأمنية والاقتصادية لظرفية تشمل مختلف دول المغرب العربي أي قرار يمكن أن يتخذ في تمكين لشقاء المغاربة من الحريات الخمس بمنأة عن التشاور الوطني أولا وعن التشاور المغاربي ثانيا كل هذه الأسئلة وأكثر شغلت الحزب الجمهوري الذي ارتأى عرضها صباح اليوم خلال ندبة صحفية نددت باتخاذ هكذا قرار في الزمن الرهن اليوم الوضع الأمني متوتر جدا ويبعث عن الانشغال من المضحكات المبكيات أنه في وقت اللي الصحراء أعلنت منطقة مغلقة منطقة عسكرية مغلقة بمعنى مستوى التوتر كبير جدا في نفس الوقت نقولوا رايحوا دودنا مفتوحة ونجموا يدخلوا ببطاقات التعريف هذا يأكد على وضع الحقيقة ما يبعثش على الارتياح عند الحكومة الثغرة دونك في الوضع وقتش يكون ناضج وقتش يكون مهوش ناضج لأن الوضع مش ناضج المطلوب أن ننضج الوضع المطلوب أن نتشاور مع الأطراف السياسية والمطلوب أن الحكومة تتشاور مع شركائها المغاربة مغاربة واضحة أنهم فوجئوا كما احنا اتفجئنا المغرب العربي هو حلم ونسعاولوا وإن شاء الله في أقرب الأجال نحقوه ونبدأوا بتدرج شراكة مغاربية السوق مغاربية مشتركة وتكامل اقتصادي أنا أعتقد نهضتنا الاقتصادية والاجتماعية تمر عبر ذلك وبين حكومتنا ثمنت مبادرة الاتحاد العام التنسي للشغل القائمة على ضرورة فتح حوار وطني يفتح المجال للتشارك في ضبط أهم الإشكاليات التي تطرحها البلاد اليوم ومعارضة تستنكر القرارات الفردية لحكومة تتضارب في الأراء وفي اتخاذ قرارات ارتجارية لا علاقة لها بالواقع على حد تعبيرهم تبقى المفاجأة الأكبر في قرار لا علم لبقية دول الاتحاد به السلطة التنفيذية بعد قضية البغدادي المحمودي والتنازحة في السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم قضية الحرية الخمس للمواطنين المغاربيين أيضا بينت أن الحكومة لا تعمل كفريق والحكومة لا تعمل في انسجام والحكومة تأخذ قرارات اعتباطية ارتجالية سرعان ما تخلى عليها اليوم مرحلة انتقالية دقيقة المواطن في حاجة إلى رسائل طمأنة وثيقة الموقف الأخيرة للحكومة ووضع الحكومة هي رسائل سلبية تبث القلق والقلق والقلق لدي المواطنين احنا ندعوها إلى أن لا تتسرع أن تفتح الحوار مع القوى الوطنية هي قالت وأنها متبنية لمبادرة الاتحاد العام تنسي للشغل وككل الأطراف وأنه سيتم هناك حوار وطني إلى الآن الحوار هذا غايب تماما والوقت يمر والوضع يزداد تعقيدا ماذا بينا أن الرعيم الصحة للبلاد وأن نلتقي للوقوف حول القضايا المصيرية والحساسة بإمكاننا أن نتوافق حولها إلا من نتوافق على الأقل أن نتحاور ونعرف ونحتلف ونتفق لأن بلادنا اليوم لم تعد تحتمل مزيدا من الخلافات والتوترات والتجذبات قد يكون في الاتحاد قوة ولكن آيات قوة يمكن أن تبنى على مواطن الضعف اليوم لها أن تؤصل للنهضة الغد في ظل تواصل رفض صاحب شركة مبلتكس الاستجابة لمطالب العمال المتمثلة في تحزين ظروف عيشهم استفى عمال مجمع مبلتكس وقفة رجل واحد بمقر الاتحاد العام تنسل الشهول رافعين لافتات تنادي بالتدخل العاجل أمل في حل لما يعانونه من ظروف عمل أقل ما يقال عنها بأنها قاسية ولا تستجيب لمقاومات العمل الكريم وصلنا برشا مطردين مشكلة الهيكل اللقبية لكله فليستا ومالولاني وعمال منا عاديين كيف نحن فليستا منا مطردين وبكل صراحة الوضع الخدام يبشي باقي الممارسات مضى تحت الضغط وحرب أعصاب الخدام ظروف الاجتماعية ليس مستنس يدخل في ميدان كماذا حسب أموره المادية وفي قروض وفي عائلات ضعيفة الدخل عاشت في ظروف صعبة برشا بكل صراحة التنقل والساعات الإضافية المربوطة بالتنقل كيف كيف الصحة والسلام المهنية أغلبية الخدامة اللي كيف هينا والشوفرة لكلها معاقين جميع حقوقنا مسلوبة وحنا الحاجة الوحيدة طلبنا بحقوقنا المسلوبة ويصلحوننا الوضعية متعنا هذا هو اللي طالبنا معناتهم بالشريكة بيش يعطينا حقوقنا وعلى النتيجة هذه فيما يصدون وطردون وشردون توجه بنداء الكافة مكونات المجتمع المدني في التضافر مع نقابة مبلداكس ومع عمال مبلداكس لا لشيء ليوضع حد لهذا الأخطبوط الذي طال حتى سلك البريد توجه الأمين العام المساعد للاتحاد العام تنسي للشغل بالجاسم العياري في ندوة صحفية لصاحب مجمع مبلداكس حيث حمله المسؤوليات الكاملة حول التصريحات وتطاول على الاتحاد العام تنسي للشغل وطالب بالوقوف إلى جانب عمال شركة مبلداكس وتحقيق مطالبهم المشروعة لاتهماته كان مش يتهمنا أن الخدامة عاملين اضراب على لباس الشغل وعلى نظام العمل وعلى المنح لامتاحهم فليتهم كما يريد إذا كان واحد يتهم الخدامة أنهم طالبين بحقوقهم يتهم الاتحاد العام بالاضراب فنحن لها أما أن يتهم الاتحاد بحاجات أخرى وخاصة بالتسيس يبدو أن المؤجر هذا لم يرتقي في ذهنه ولم يفهم مش معناها يعني الاتحاد يعني في السياسة ونحب بالمناسبة نقوله الاتحاد يعمل بالفعل في السياسة ولكن السياسة اللي هي فوق الطاولة السياسة اللي هي تخدم شعبنا وتخدم بلادنا وتخدم المخرطين متاعنا وتخدم اقتصاد وتخدم مؤساتنا بما فيهم العراف اللي من نجم وتمنى ولمكان ازدهار المؤسات الاقتصادية بتاعنا والنمو والمؤسات بتاعنا كلها تبدأ رابحة وتبدأ مؤسة رابحة راو في فيط الخدام وفيط الشعب التونسي والاقتصاد التونسي إنما نحن الاتحاد متسيس فهذا أمر مولي عليه وهذا العرف المتطاول على الاتحاد العام التونسي للشغل وهي ظاهرة جديدة لم نعيشها قبل مع العراف هذا تطاول على الاتحاد تطاول نعتبره ممنهش والاتحاد مش مش يبقى مستقيم كاتفيديه ومش يرد بقوة على هذا المؤجر اللي لم يرتقي في ذهنه إلى العمل المؤسساتي والعمل متاع الأطراف الاجتماعية اللي تخدم تونس في نهاية المطاف ومن أجل الاستقرار الاجتماعي في تونس الاتحاد مش يرد على هذا المؤجر وأولها عن إضراب عام في سوسا لم يحدد تاريخه إلى هذا لليوم مش مركزية تحدد تاريخ انتاعه بالتنسيق مع هياك الجهة سوسا إن لم نتوصل إلى حل تفاوضي تحقيق مطالب الناس وعودة الخدام الكل للمؤسسة بدون قيد أو شرق وخاصة أعضاء النقابة الأساسية لأنه ضرب في العمق الحق النقابي بعد ما ضربوا في يوتيل أفريكا بعد ما ضربوا في محطات أخرى نقابية ترد لنا النقابات اليوم نفس الشي نعيشوه مع عمال في هذه المؤسسة بعد ما كدهم بعد معطاهم من بدنهم بعد دمهم تبزع للمكينة اليوم نلقاهم في الشارع في الشمس في الزياء وشروندان داخل علينا ومن بعد وفاة أحد العمال اللي عائلتهم أشعرتنا في أنه تم شعوره بقطع العلاقة الشغلية عمل الكريزي كاردياك وتح توفى في الوقت ذاك بالذات هذا المؤجر يتحمل مسؤولياته كاملة في اللي مش هيقع وفي اللي مش زال مش هيقع إذا كان ما يجيش للاثنية وما يعطيش حق الخدامة وما يعتدرش للاتحاد اللي عم تنشول على التطاول اللي قام به اشتركوا في القناة